يتكجون طفولتكم المفقودة أبجدية أحلامهم ومستقبلكم المنشود في كتب الدراسة ويومياتهم المهزومة واقعا إذ ما عادت صباحاتهم تتسع لغير الخدلان تحت قيام قررت الحرب أن تكون فصولا دراسية بديلة عن مدارسهم التي طالت الخراب عشرات الأطفال بل المئة في محافظة الجوف كان خاد مصيرهم المحتوم بعد أن أجهزت الحرب على مدارسهم وساقتهم إلى قلب المأساة التي يفترشون فيها البردة والترابة معا ما معنى كراسي ولا صبورات ولا أذية ولا مدرسة بل في الخيام ولا اكتب ولا بل في القعنقعد كل هذا الحرمان وأكثر منه طفولتهم الضائعة في مهب الريح خارج حسابات أطراف الحرب وخياراتها المفتوحة لهبا وغبارا حد حرمانهم من حقهم في التعليم والصحة أو كما تقول الصورة وتشيئب واقع يتوسل فيه الأطفال من يعلمهم أفجدية الخلاص فلا يجدونه يجيئون فحسب وعلى جدارية المكان يسندون قاماتهم القصيرة كل صباح بانتظار من يأتي ليعلمهم حروف المستقبل فمدرستهم التي تأسست قبل أكثر من عشر سنوات توقفت منذ أعوام رغم أن خراب الحرب لم يطلها ربما سقطت سهوة من سجلات السلطة المحلية التي لا تعرف الطريق إليها يعل الأهالي ذلك ويطالبونها بسرعة توفير كادر تربوي لتعليم أبنائهم وإنقاذهم من الضيع يتوسلون كتابا وفصلا دراسيا مناسبا يأويهم من العراء في حين لم تجد بعض المنظمات المهتمة بالتعليم والطفولة طريقها إليهم إذ لا يعرف هؤلاء الأطفال عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف شيئا ولم تشملهم إحصائياتك السنوية وقلقها على مستقبل الأطفال الذي وضعته الحرب الدائرة في البلاد على المحك علاوة عن فقدانك بالمبكر لعناوين الطفولة النازفة بالوجع والحرمن علي الجرادي قناة بلقيز الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر